ذكرت صحيفة فينانشل تايمز أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع المسيرات لروسيا اتدالك في إطار مباحثات أوصى نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر بشأن برنامج إيران النووي وأشار التقرير إلى أن روسيا تستخدم هذه المسيرات في الحرب ضد أوكرانيا بشكل موسع ذكرت صحيفة فينانشل تايمز نقلا عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات وأشار التقرير نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت القضية مع طهران في محادثات غير مباشرة عقيدت في كل من قطر وسلطنة عمان هذا العام وأشارت إلى أن هذه المناقشات جرت بالتوازي مع المفاوضات بشأن صفقة تبادل السجناء مع إيران والتي أدت إلى نقل أربعة مواطنين أمريكيين إيرانيين من السجن إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي ووفقا لمصادر الصحيفة فإن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع لكن واشنطن أرادت المزيد من الخطوات الملموسة وأكد مسؤول أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاقات بشأن معظم القضايا لكن المناقشات التي تجري عبر وسطاء ستستمر في قطر وسلطنة عمان لا سيما بشأن روسيا